في خبر اخر نشب ليلة البارحة حريق باحد غرف قسم الاطفال بالمستشفى الجهوي حسين بوزيان بقفصة مخلفا خسائر مدية وقد تم نقل الاطفال المقيمين والبالغ عددهم 16 الى اقسام اخرى في انتظار اتمام التهيئة تجند العمل لاعادة تهيئة قسم الاطفال بالمستشفى الجهوي حسين بوزيان بقفصة اثر الحريق الذي نشب ليلة البارحة باحدى الغرف مخلفا خسائر مدية ادت الى اخلائه من الاطفال المقيمين السبب هو مهوش ساقة كهربائية كما يدعي البعض انما هي بفعل فعل والعدالة ستثبت ذلك والحمد لله لم يصب اي مريض او اي مرافق وشكرا لكل العاملين بالمستشفى وخاصة لقسم السيانة 16 حالة هذا حالة مستقرة ما لم يكن حتى صغير او مرافق من الامهات تعرض للحريق طاقة الاستيعاب متاعه 36 مريض فقط هو يصل حتى يفوت الى 105 مرات وساعات حتى اكثر من 3 مرات هذا اضعاف الطاقة الاستيعاب الاطفال المقيمون تم ايواءهم بقسمي طب العيون والحلق والحنجرة والانفة في انتظار استكمال تهيئة قسم الاطفال الذي يشكو من نقائص واخلالات عديدة تؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة صغير في عودة يبرى في ثلاثة ايام ويخرج ولا يقعد جمعة الام والفيزيتور بحث الصغير نلقوا كل يوم الصباح نمر ونعمل التثقيف الصحي يعيشكم انتي لامكم انتم فوزافيان بوزي علينا اللي انتم تكونوا متوجدين على صغاركم على قلة الثيقة فينا وفي الواحد خايفين على صغاركم خلانا الام امرهم مع الام تجي الفيزيتور الصباح الباب والعائلة الحريق الناتج على خطأ بشري من احدى المرافقات متاع الصغار شكر كبير ياسر للكيبي تعلمنت نوس اللي جندت البارح ودهنت السيرفيز كامل اسمية فقط تعهدت مصارح الشرطة الفنية بمزيد البحث فيها والتحري الحريق الذي نشب بقسم الاطفال بالمستشفى الجهو الحسين بوزيان يكشف من جديد عن نقائص القطاع الصحي بولاية قفصة خاصة مع تواصل غلق اقسام الاطفال بمستشفيات الحوض المنجمية رغم استكمال انجازها وتجهيزها منذ سنوات